السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر ريدا البيومي من قناة انجليز اولاين اهلا بكم حبيبي طلبات وطالبات الصف الاول الاعدادي بازن الله النهاردة هنبدأ مع بعض شرح منهج الترمي الثاني واللي بادئ معانا من يونت سابن يونت سابن اللي معانا بعنوان كيف كانت عطلة الاسبوع الخاصة بك في فيديو النهاردة هناخد مع بعض الدرس الاول والثاني وهناخد النهاردة الجزء الخاص بالكلمات نقرأ الكلمات بتاعتنا ونشوف الدروس اللي جاي عليها والفيديو اللي جاي بإذن الله هقدام لك شرح الجرامر واللي بعده هنحل فيه الاسئلة الخاصة بالدرس الاول والثاني فهلا بنا كده نبدأ على بركة الله وما تنساش تدعمنا باللايك وتعليق كده رجعنا وكمان تعمل لنا على صفحات الفيسبوك ركز بها معاك ده في نطق الكلمات اكواريوم اكواريوم سبورت سنتر سبورت سنتر فان فير فان فير بلانيتاريوم بلانيتاريوم فوتبول ستاديوم فوتبول ستاديوم خد بالك هنا انت بتنطق الاولانية والتانية بتنطق كأنك بتنطق اسم عالي بس بالانجلش فتقولها اللي اللي معناها صالة بولينج علي ميوزيوم ميوزيوم بيج ويل وخد بالك هنا اني الـH هنا سايلنت بيج ويل نيرفوس 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 ويل ويل ستاتشو ستاتشو ويك أند ويك أند ااريا ااريا آاريا اكسبيشن 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 لان دي كلمة جديدة пخد بالك ومهمة جدا اكسبيشن معناها معرض او عرض اكسبيشن اكسبيشن BACK vakakabude سكول يونيفورم سكول كنتين سكول كنتين تقدر طبعا تشغل الجزء الخاص بنطق الكلمات اكتر من مرة لو انت عاوز تسمع الكلمة اكتر من مرة بس انا مش حابب ان انا اطول او انطق الكلمة كتير او بحيث ان مدة الفيديو هتبقاش طويلة فعلا بقى كده نشوف يلا الكلمات الاضافية الخاصة بيه لسن ون والخاصة بيه لسن تو وانا مستخدمها كصفة بمعنى حاجة ايه مقفولة ومغلقة فوتبول ماتش فوتبول ماتش دولفن دولفن ارايف ارايف وطبعا الماضي منها ارايفد بنضيف لها دي بس بولن بولن ودي اللعبة نفسها اللي هي لعبة الايه البولنج شارك شارك بعد كده اللي سن تو موف موف هوب هوب سوامنج بول سوامنج بول وطعا كلمة بول هنا اللي معناها حمام سباحة بول 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 يبقى سوامنج بول بعد كده فريندلي جاي من كلمة فريند فريندلي معناها ودود فريندلي فانتاستيك فانتاستيك كويت كويت وهنا كويت تدي معنى لحد ما ياخد بالك الكلمة دي لو احنا شلنا الايه ديت وحطناها قبل التي تتنطق كويت وفي الحالة دي بيكون معناها هادئ great great decision decision exciting exciting dark dark challenge challenge solution 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 history history الصفحة اللي بعدها طبعا احنا بقدم لك الكلام ده طبعا من كتاب المعاصر عشان تبقى انت متابع معي اه هنبدأ دلوقتي في قراءة الافعال الافعال طبعا زي انت متعود بتتقسم الى تلات تصريفات احفظ الافعال كويس اوي في سنة اولى وتانية اعدادي لان من اول سنة تالتة بتلاقي كتب اصلا ما فياش تصريفات افعال لكن بتحتاجها في منهجك اوكي فبالتالي لازم انت بقى طالع من اولى وتانية حافظ افعال كويس جدا تحفظ التلات تصريفات كويس ركزوا معايا في اتصفات ومشانطة العربي رايد رود ريدن رايد رود ريدن فيل فلت فلت فيل فلت فلت ثينك ثوت ثوت ثينك ثوت ثوت تيك توك تيكن تيك توك تيكن ấyه توك تيت ست سات نو نو نون نو نو نون نوا نون نحن نزل نحن نحن نوس نحن ننت نحن 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 ن瘴 نحن نعت وين وان وان ليرن ليرند ليرند او ممكن الماضي والتصريف الثالث يكون باضافة تي فتبع ليرنت ليرنت ودي افعال قليلة اللي بتنفع عقلات تبقى منتظمة وغير منتظمة بعد كده ليف لفت لفت ليف لفت لفت تيتش توت توت تيتش توت توت بعد كده الجدول اللي هو خاص بي الwords and opposites الكلمات وعكسها correct incorrect correct incorrect regular irregular regular irregular nervous quiet relax it relax it quiet relax it heavy light heavy light effective ineffective effective effective ineffective 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 delicious 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 terrible بعد كده جدول definitions اللي هو التعريفات طبعا التعريفات مهمة لانه بيجيب لك التعريف ده في السؤال اللي تشوز الاختياري وبقول لك اختار فعنده اول حاجة اكواريام بيعرفني يعني ايه اكواريام بقول انه هو سيضير فيه بيجيب لكating ايه ايه مكان 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 مركز بيجيب إلى الحيوانات البحرية وكالواحك على المكان المدى لكاتك كده تريفة ثم اكواريام بيجيب لكاتك كده مفوروس اللي هو زي كانتين المدرسة كده اللي انت بتشاري منه الحاجات اللي انت عاوزها او تاكلها. بيقول ان هو ايه? a dining room. in an office. building or school. يبقى هو مكان كده غرف الطعام يعني بيتبيع طعام. سواء كانت في مكتب سواء في مبنى سواء في مدرسة ده بيتقال عليها كانتين. الفانفير. واللي انت واخد لها كلمة تانية في السنة الخامسة كانت اسمها amusement park. يبقى فانفير amusement park معناها ملاهي. تعرفها ان هي a park with fun rides and games. خد بالك كلمة rides هنا تدي معنى اللي هي العاب الملاهي. تمام كده يبقى بيقول لي هي حديقة فيها العاب سواء كانت ايه? rides. العاب بنركبها او games بنلعبها. museum. المتحف. بيقول لي ان هو ابالدن. هو مبنى. to keep and display. يعني بنحفظ فيه. وكمان display بنعرض. important things from the past. اشياء مهمة من الماضي. يبقى بنحفظها فيه وكمان بنعرضها للناس يجيوا تفرجوا عليها. ده اللي هو الميوزيوم. بنعرف تحديدا من ايه? من كلمة ايه from the past من الماضي. نشوف باقي التعريفات. المكان اللي معنا بعد كده هو planetarium. ويه اللي هو القبة السماوية او المرصد الفلكي اللي من خلاله او فيه بنشوف حركة النجوم والكواكب. ويه طبعا زي ما انت شايف كده انك اول مقطع في الكلمة اللي هو planet ده معناه كوكب. فبيقول لي هنا تعريفه اللي هو برضو ان اندور سنتر. يبقى ان اندور سنتر عمل زي الاكواريوم بالزبط. هو مكان طبعا برضو ايه مقفول. اه where you can learn about stars and planets. يعني اول ما تشوف ان انت بتتعلم في اه حاجات عن النجوم والبلانتس الكواكب يبقى على طول ده تعريف البلانيتاريوم. بعد كده المركز الرياضي. المركز الرياضي اشتار بيعرفوا لي هنا ان هو a place where you can do sports indoors. يعني هو مكان بتقدر تمارس في الرياضة بالداخل. يبقى مكان بيبقى مقفول كده وبتلعب في رياضة من جوه. طيب. بعد كده استاديم. استاديم اللي هو الاستاديم اللي الناس بتروح تتفرج فيه على الماتشوت. فهو اللي هنا تعريف الاستاديم هو a place where you can play. تقدر تلعب او تشاهد sports matches. اللي هي مباريات كرة القدم او المباريات الرياضية. طيب بعد كده nervous. وnervous ده صفة بمعنى متوتر وعصبي. عشان كده بيعرفوا لي ان هو worried or frightened about something. يعني مثلا ممكن تبقى داخل الامتحان قلقان او خايف من الامتحان. يبقى انت كده بتكون ايه nervous. متوتر وعصبي. الجدول اللي جاي ده جدول ده مهم جدا. متلازمات لفظية كلمات بتيجي مع بعضها. احفاظه كويس جدا عشان هيفيدك كتير او في سؤال اول حاجة عندنا يعني عنده حصة رياضة. طبعا ممكن استبدال هاف هنا بجات. وقال هاف اهير كوت. هاف اهير كوت. هاف افانتاستيك ويك اند. هاف افانتاستيك ويك اند. بتيجي مع الانشطة وبيجي بعدها النشاط مضاف له اي ان جي. بعد كده خد بالك هنا مهمة جدا. كنا اخدنا في سنة خمسة حاجة اسمها يعني يركب لعبة من العاب الملاهي. فهنا برضو جايب هالي بنفس الطريقة ودي برضو لعبة من العاب الملاهي. بعد كده يذهب لي السرير بادري. يذهب للتصوك ودي احنا قلناها زي اللي فوق ده بالزبط يبقى الانشطة. بيجي بتيجي بعد جوم وضاف لها اي ان جي. لسن تو ميوزيك واخدناها بلكده. ميت ماي باست فريند. ميت ماي باست فريند. واتش افوتبول ماتش. واتش افوتبول ماتش. دو ديفرانت تينجز. دو ديفرانت تينجز. يعني يقوم بعمل اشياء مختلفة. هيجي هنا بقى تحت هيستبدال لي ديفرانت بذاسيم. اللي اي عكسها? يبقى هنا دو ذاسيم تينجز يعني يقوم بنفس الاشياء. يبقى فوق مختلفة وفوق نفس وتحت هنا نفس الاشياء. بعد كده هنا بقولي دو هومورك. دو هومورك. يعني يقوم بعمل واجب بعارفين هدي. دو اسبورت دو اسبورت يمارس رياضة. ميك ادسيشن من اهم الكليكيشن اللي موجودة هنا. ميك ادسيشن. انت باعرف ان كلمة بيجي معها ميك. وهي هنا ميك ثينجز يعني يصنع اشياء. ميك ثينجز. فعلوا كده بقى دلوقتي هناخد ونشوف الدروس الريدنج والليسنينج اللي معانا في الدرس الاول والثاني. هنبدأ كده الاول بجزء القراءة او الريدنج اللي هو خاص بليسن وان. ركز بقى معايا جدا. طبعا هنا في البداية بيديني سؤال وكل واحد يعني الولد ده بيسأل زماله كل واحد فيهم هيرد بقى باجابة. فبقول لهم ايه? what did you do last weekend? what did you do last weekend? يعني ماذا فعلتم او ماذا فعلت في عطلة الاسبوع الماضية. كل واحد بقى هيجاوب. فهنا قال ايه? اي واتشت افوتبل ماتش. اي واتشت. خد بالك جاوب في الماضي. اي واتشت افوتبل ماتش. شاهدت مباراة كرة قدم. برضو استخدم الماضي هو ازا ما انت شايف. ركبت اللي هي العجلة بتاعة الملاهي. شفت عرض كده عن او بخصوص اه 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 وهنا بيقول انا بصيت على النجوم. وده بيقول اي وانت بولن. زهابت لي لعب اه 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 رياضة البولنج. وهنا بيقول اي بلاي التنس. انا لعبت ايه التنس? يبقى مهم جدا انت بعارف ازاي تسأل السؤال ده. اللي هو what did you do last weekend? وازاي تجاوب اجابات بالشكل ده. تعالى كده بقى مع بعض نشوف الجزء اللي هو خاص بالدرس الاول برضو على وهنشوف كده دينا بتقول لنا ايه? مهم جدا النص اللي احنا نقرأ ده لان انت ممكن تكتبه عن نفسك. هنا بتقول it was my birthday last saturday. يعني عيد ملادي كان السبت الماضي. so i went to the museum with my mom and sister and we saw some old statues. لذلك يعني في عيد ملادها زهبوا الى ايه? الى المتحف. زهب بتقول زهبت المتحف مع امي واختي وكمان شفنا اه بعض التماثيل القديمة. we learned a lot. احنا تعلمنا حاجات كتير. in the evening في المساء. i wanted to go to the fun fair. يعني كنت عاوزة كده اروح الملاهي. but my brother wanted to go to his favorite restaurant. بس اخويا كان عاوز روح المطعم المفضل بتاعه. i love my brother. so we went to the restaurant. انا عشان بحب اخويا لذلك احنا زهبنا للمطعم. مرضتش زهاله يعني. we went there four months ago for his birthday too. يعني من منزو اربع شهور احنا كنا زهبنا للمطعم ده في عيد ملاده. and two days ago. we منزو يومين. on sunday في يوم الاحد تحديدا. we went to the planetarium but it was closed. زهبنا الى القبة السماوية. ولكنه كان مغلق ومقفول. لذلك. so we took a bus to the aquarium. on the other side of the town. او off town. يعني بقولك احنا خدنا الاوتوبيس اللي هو المعرض الاحياء المائية على الجانب الاخر من المدينة. وبيقولي it was fantastic كانت الموضوع ده كان امر رائع. اه i saw a shark. وشوفت هناك ايه القرش. اما الجزء اللي معنا بعد كده على listen to. تعالى كده نشوف يالله. هنا بيقول number one read adam's diary. هنتكلم على ادم. ونشوف كده ادم في المفكرة اليومية بتاعته بيعمل ايه. اه what do you think the word nervous means and why does adam feel this? يعني بقولك كلمة nervous اللي معناها متوتر وعصب ده. بتاعني ايه تفتكر وكمان هو ليه حس بالاحساس ده. تعالى بقى نقرأ واحنا نعرف. sunday 8th may يعني يوم الحد يعني مبارح عائلتي او عائلتنا انتقلوا للحياة في منزل جديد في الاسكندرية. it took three hours to drive from our old house in كايرو. يعني الرحلة استغرقت. خد بالك هنا talk بيجي بعدها فترة زمنية زي ثري hours وبعد كده two والمصدر. وبتدي معنا يستغرق. فبقولك استغرقت الرحلة ثلاثة ساعات من بالعربية يعني من منزلنا القديم في القاهرة. طيب نكمل كده. اليوم بقى اللي بعده بقوله هنا monday 9th may. this morning في هذا الصباح او هذا الصباح. mom and i went shopping to buy a new school uniform for me. يعني بقول امي وانا ذهبنا للتسوق عشان اشتري ايه بقى? اشتري زي مدرسي جديد ليا. i hope students are friendly in my new school. بيتمنى كده امنية وبقول اتمنى ان الطلاب يكونوا وددين في مدرسة الجديدة. نيجي بعد كده اليوم اللي بعده. tuesday 10th may. today i went to my new school. النهاردة ان ذهبت المدرسة الجديدة. i was quite nervous. انا كنت متوتر شوية الى حد ما. but i sat next to a boy called sami. ولكن انا جلست جنب ولد اسمه سامي. and he was friendly. we can we do that? we had lunch together. تناولنا الغده مع بعض. in the school canteen. في كنتين المدرسة. فعالوا كده نشوف الجزء الخاص بيه برضو. listen to. ويتكمله ليه برضو لنفس الولد. ولي read another page from adam's diary. اقرأ صفحة تانية من مفكرة ادم. ولي what is great. ايه الرائع اللي هيحصل في موضوع ده. ولي هنا monday 16th may. what a fantastic weekend. هي بالحاجة الرائع هنا اللي هي عطلة الاسبوع. وتعالى نشوف هي رائع ليه. ولي هنا i went to sami's house on saturday and we played football in the park. يعني اه في عطلة الاسبوع الرائع دي انا ذهبت الى منزل سامي في يوم السبت. وكمان لعبنا هناك كرة في الحديقة زي ما انتم شايفين كده. i don't usually like فوتبول. انا عادة ما بحبش كرة القنب. but all his brothers want to play. ولكن كل اخواته wanted to play يعني ارادوا ان يلعبوا. كانوا كلهم عاوزين اللعبوا كرة فمرضت شزعانهم اللعبت معاهم. بعد كده بولي it was a lot of fun. يعني كان الامر ممتع جدا. on sunday في يوم الاحد بات تاني يوم. mom helped me with my homework. يعني امي ساعدتني في الواجب. then dad and i went to the sport center. والدي وانا ذهبنا الى المركز الرياضي. it is great انه رائع. يبقى ايه اللي طلع بقى رائع هنا. يبقى اللي طلع رائع هو sport center. المركز الرياضي. there is a really big swimming pool. واللي مخلي المركز الرياضي ده انه هو رائع. انه هو في حمام سباحة كبير. تعالوا بقى كده نقرأ الجزء الخاص بي listen to من كتاب الworkbook. نفس الكلام برضو هنا واحد كده او بنت بتقول لنا i had a fantastic weekend. انا قضيت عطلة اسبوع رائع. عملت ايه بقى? بتقول it was my friend داليا's birthday and her family took us to some exciting places. يعني كان عيد ميلاد صديقتي داليا. والتا اخدونا كده الى اماكن مثيرة. بعض الاماكن المثيرة. in the morning. في الصباح. we went to the fun fair. زهبنا للملاهي. i didn't go on the big wheel. انا لم اركب اللي هي العاجلة ديت. اه but i enjoyed my time there. ولكن انا استمتعت بوقتي هناك. in the afternoon. بعد الظهر. we visited a museum. زرنا متحف. we saw some very old statues. شوفنا بعض التمثيل القديمة جدا. i remembered. وهنا معنا تذكرت. افتقرت. all the things that our teacher taught us in history. افتقرت كل الاشياء اللي المدرس بتاعنا كان درسهنه في مادة الايه? الهيستري. التاريخ. in the evening. في المساء. i ate at daliya's house. اكلت في منزل داليا. and i came home very late. وعدت ورجعت للبيت متأخر جدا. اخر جزء بقى خالص معنا في الدروس. عشان بعد كنت نشوف اللي هي الحاجات المهمة اللي نستفيد منها من الدروس اللي قرأنا هدي. dad likes sports. يعني والد بيحب الرياضات. he is very good at swimming. فاكرين هنا good at اللي احنا كنا واخدينها في الترمي الاول. وقلنا ان good at واللي عكسها bad at بيجي بعدها الفعل في ing او اسم شيء. يبقى. he is very good at swimming. هو جاي جدا في السباحة. mom loves cooking. امي بتحب لايه? الطهو او الطبخ. hair salads. السلاطات بتاعتها are delicious. لذيذة جدا. بعد كده هنا بقول اسماعيل اللي هو اسماعيل يعني likes being outside. بيحب يتواجد في الخارج. and he doesn't like the city. وما بيحبش لايه المدينة يعني عشان بتقز احمه كده. اسماعيل سستر اسماعيل سستر is five. يعني اخت اسماعيل عندها خمس سنين. she likes making things. بتحب بصرع الاشياء. تصنع مسلا طيارات او حاجة زي كده. نيجي بقى الجزء مهم جدا في فيديو النهاردة وهو اه ال general news على reading and listening. مهم جدا اول part ده من الفيديو عشان كده عاوزك تركز معي فيه. ايه بقى الفرق بين الكلمات اللي انا اخدها ديت? اول الحاجة عندي اللي هي fun we fair. fun fair sorry we fair. fun fair يا ولاد هنا اللي هي الملاهي اللي احنا واخدنا فيه الكلمات. اما كلمة fair اللي هو معرض. ومعرض ده معمول للكتب. يبقى خد بالك الفرق بين الكلمتين. اما هنا بقول لي الكلمة frightened of frightened of خد بالك. بيجي بعدها of دي اول حاجة لازم انت بعرفها. ومعنى خائف من. ايه بقى اللي بيجي بعد of? اللي بيجي بعد of هنا اه فعل في اي ان جي او اسم شيء. يبقى يجي بعد frightened of اسم شيء زي كده. هو بيخاف من الظلام. من الظلمة. يبقى كده جاب اسم. يعني هي بتخاف من عبور الطريق. فجاب بعد of هنا فعل اللي هو cross يعبر وضاف له ing. عرفنا الفرق? اللي بعد كده الفعل like و love ويعرفينه من الترمئ الاول وكان معهم كمان كلمة prefer يفضل. التالك كلمات دول بيجي بعدهم برضو نفس الكلام فعل في ing او اسم شيء. هنا جاب بعد likes جاب بعد ايه? likes الفعل go وضاف له ing. انما هنا بعد loves جاب بعدها اسم شيء اللي هو ايه? flowers. يبقى هنا هو بيحب الزهاب لحضرقة الحيوان. وهنا هي بتحب ايه? الزهور. نجي بعد كده ال number four بيقول لي خد بالك كده ان اسماء الرياضات they tenis وفوتبول الحاجات ديت ما يجيش معاها لآ ولاآن ولا ذا. they ايه? they i play tennis. انا لعبت تنس. فما حطش لآ ولا ذا ولا حاجة. وهنا بقول لك هل انت بتحب كرة القدم? جميل. يبقى الحاجات اللي هي الراضات ما بيحطش قبلها اي حاجة من دول. بس اخد بالك بقى من اللي جاي ده. طيب لو الكلمات اللي هي زي tenis وفوتبول احنا مش هنستخدمها كاسم. احنا هنستخدمها كصفة. عشان نوصب بها مسلا ماتشاط مسلا. تعال كده نشوف فيه اللي جاي. بقول لك لو انت استخدم الرياضات ديت كصفة بتحط بقى قبلها عادي ا او او دا. زي كده. فوتبول هنا مش جاي كاسم. ده فوتبول هنا جاي كصفة لكلمة عشان اعرف هي مباراة ايه? مباراة كرة طايرة اه قدم تنس ولا ايه بالزبط. يبقى فوتبول هنا جاي كايه? كصفة. ولما تيجي كصفة جاي بعدها اسم مفرد. فبحط قبل الصفة ا او ان. جميل? وممكن احط قبلها ايه? ذا اللي بستخدمها ليه التحديد والتعريف. بمعنى في المثال التاني بقول هنا the tennis match. I played yesterday was exciting. ليه هنا ضيف ذا تحديدا وما قالش a tennis match. لان هنا اولاد انا باتكلم على مباراة تنس معينة محددة. احنا بنستخدم ذا عشان احدد شيء معين او اتكلم عن شيء محدد ومعين. زي هنا بقول لهوت ان مباراة التنس اللي لعبتها امبارح شوف انا محدد ازاي? مش اي مباراة. لا ده انا بتكلم اللي لعبتها امبارح. كانت مثيرة. يبقى تاني الرياضات ما يجيش قبلها لآ ولا آن ولا ذا. ولكن لو استخدمت كصفة للاسم اللي جاي بعدها تحديدا المفرد. احط قبلها آن او آن. وممكن استخدم كمان معاقي ذا. ركز بما معاك ده في النقطة اللي هي نومبر فايف والفعل هاف. الفعل هاف ده فعل حكاية شوية لان الاستخدامات كتير او في الانجلش. اول حاجة كده بقول لي ان هاف ممكن استخدمه بمعنى يمتلك. لو انت استخدمه بمعنى يمتلك هيدي نفس المعنى بتاع الفعل هون. يبقى كده هاف بتدي نفس المعنى بتاع هون واللي اتنين معناهم يمتلك. زي يعني والدي يمتلك سيارة ايه? سيارة زرعة. وطبع احنا عارفين ان هاف لشكل تاني اللي هو هاز. وهاز بتيجي معا ضمائر المفرد. طيب هاف ممكن استخدمها معناها يتناول. وفي الحالة ديت هيكون معناها زي ايه? زي ايت او درينك. خد بالك ان هاف اللي معناها يتناول ديت بتيجي مع الحالة بتتكره وتتشرب عادي. فهاف هنا هيبقى معناها يأكل. وهاف هنا هيبقى معناها ايه? يشرب. عشان كده هنا بتساوي ايت وهنا بتساوي درينك. يعني بتتناول الغداء في كنتين المدرسة وهينا بقول اي هاف جوس افتر ميلز. انا بتناول عصير او بشرب عصير اه بعد المشروبات. بعد سوري الوجبات. نجي بعد كاللي نومبر سيكس. بقول لي كلمة سبورت وسبورت. الفرق بينهم. ركز. سبورت الاولانية اللي هي من غير الاس ديت هي استدامة هناك كاسم. بمعنى رياضة واحدة. زي ما اقول لك. رياضة المفضلة كرة القدم. طيب لما بيبقى فاها اس يا شطار. ممكن يبقى لها استخدامين. لما بيكون فاها اس ممكن تبقى الجامع بتاع الكلمة اللي فوق دي ويبقى معناها رياضات. فهنا هيكون استخدامها كاسم جامع. وممكن استخدامها كصفة بمعنى رياضي. يبقى اللي فيها الاس دي ممكن تبقى جامع بمعنى رياضات. وممكن تبقى صفة بمعنى رياضي. زي قلي شو بتريه في المركز الرياضي. لان سبورتس هناك كصفة. بعد كده هنا في بيوضح لي اللي هي معناها معرض او عرض وليح قلناها وقول لي ان كلمة هنا معناها عرض او معرض تحديدا للفنون او التحف والتماثيل. زي هنا ما بيقول يعني انا شفت كده اه اه معرض او عرض لي التماثيل القديمة. عرفت كده معنى كلمة اما اللي جاء دي تتنطق ازاي تتنطق وهنا اللي هي معناها معروض وهنا تخصى به التحف والتماثيل المعروضة. وهنا هستخدمها كاي كاسم يعني. يعني شفت كثير من المعروضات. زي اللي هي العملات المعدنية القديمة. وكمان التماثيل. يبقى تاني معناها عرض او معرض لي الفنون والتماثيل. خد بالك من النطق لكن دي تتنطق ودي تتنطق ايه اكزيبيت. اوكي? دي معناها ايه معروض او معروضات لو جمع. اللي بعد كده وقلناها واحنا بنقرأ الكلمات الفعل لما بيجي بعده نشاط اللي هو اكتيفتي بيكون النشاط ده مضاف له النشاط زي مسلا الفعل اللي هو يتسوق لما بيجي بعد يبقى تبقى مسلا يبحر تبقى يبقى بيجي بعدها النشاط مضاف له زي هنا هتقول لي ده مش يا مصر اقول لك مفيش مشكلة ما هو ممكن استخدم في الماضي وممكن يجيبها لي مسلا مضافلها ولا يفرق معايا برضو هيجي بعدها النشاط في اي ان جي اي وانت بولن وهنا شي جوز شوبن افري فراي دي يبقى بعد اللي اتنين هوت اي ان جي جينا بال اخر جزء معنا في فيديو النهاردة وهو كراءة الامبورتن اكسبريشنز والبريبزيشنز اخد بالك جدا من الجدول ده عشان بيه كتير قوي في سؤال تصحيح الخطأ واللي تشوز برضو هكراهولك كده وطبعا انت تبعينك على حروع على المعنى العربي talk about ride on the big wheel look at the stars learn a lot about move to a new house in order to وبيجي بعدها الانفينيتف فيرب يعني الفعل في المصدر in order to معناها لكي هتقول لي تم تو لوحدها يعني لكي هقولك برضو صح يبقى تو لوحدها تدي معنى لكي و in order to برضو تدي معنى لكي اه quite nervous quite nervous at the end of at the end of it was a lot of fun it was a lot of fun it was a lot of fun work with work with decide to بعد كده it took three hours to وبيجي بعدها two والمصدر يبقى خد بالك كده ادي اه اه تجيب بعدها اه 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 تجيب بعدها تيكس دي او ديت اه بعد كده مدة زمنية اولاد فترة سواء three hours three days ايان كان وبعدها two والمصدر it took three hours two بعد كده والح سايلانتنا drive from يعني يقود من وليكن مثلا كيرو to الكزاندريا the best solution for the best solution for take the bus to the city take the bus to the city aged aged five on the other side of the town on the other side of the town eat out eat out eat طبعا يعني يأكل وأوت يعني بالخارج يبقى بتاكل بره بره يبقى اكيد باكل في مطعم مسلا like being outside يحب يتواجد في الخارج come home يعني يعود للمنزل وتيهي برضو ممكن استخدم فعلي تاني اسمه return return home come home return home كده وصلنا لنهاية فيديو النهاردة اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه استنينا في الفيديو القادم بازن الله واللي هشرح لك فيه الجرامر الخاص بالدرس الاول والثاني وبعدها على طول هحل لك الى اسئلة الخاصة بالدرس الاول والثاني بالكامل من المعاصر وجن دمتم في صحة وسلامه ما تنسوش تدعمونا دايما باللايك والشير والتعليق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته